ثانية منذ وصول الرئيس محمد العبد العزيز إلى السلطة خمس وزيرات ورغم أن الرياضة فصلت عن الثقافة خلال حكم الرجل إلا أن النساء ما زلن يشكلن خياره الأفضل لتولي الحقائب الرياضية ولم يختلف التعديل الجزئي الأخير للحكومة عن هذا الإطار حيث أطاح بحلمة صو وجاء بكم بابا نتابع المأمورية الأولى لمحمد العبد العزيز اعتمد فيها على بعض النسوة في المدينة حين تعلق الأمر بالرياضة سيسا من الشيخة والبيداء كانت أولى المحطات وحين قدمت للحقل الرياضي وجدته مصروفا عن ظاهره ولذلك بقيت في حدود التنظير بعيدا عن التغيير لكنها كانت أطول النسوة نفسا وأحرصهن على التشبث بمكانتها في الحقل الوزري لكنها سرعان ما وجدت نفسها وهي تغرد خارج السرب البديل دائما هو تاء التأنيث فهي في نظر الحكومة الأحق بتولي الحقل الرياضي لالا منتشريف استلمت مفاتيح الوزارة وكان الشارع الرياضي أنذاك مشغلا ومنهمكا في كل جديد عن المنتخب الوطني فتأهل المنتخب لأول مرة فتنفست لالا الصعداء وحافظت على مكانتها بذلك ولو أن الشارع الرياضي لا يعزي تأخل المنتخب أنذاك لدور الوزارة بقدر ما جاء بعمل جماعي شاركت فيه كل أطياف الشعب الموريتاني عادت عجلة التغيير للدوران من جديد بانتهت صلاحية لالا في عيون ساكنة القصر ذكان البديل فاطمة فال من تصوينع وحين حضرت للقاء المنتخب الوطني كانت منبهرة من أجواء الملعب وأهازيجه فهذا هو أول لقاء تتابعه كما يقول البعض ولذلك لم تعمر كثيرا حتى أعلنت الحكومة الطلاق بين الرياضة والثقافة بتمخض كل ذلك عن وجه شاب جديد تجسدت ملامحه في حلم التاصو والتي كانت مغايرة شكلا ومضمونا لسابقتها من خلال بعض التصرفات حتى قال فيها البعض إن تعينها جاء بالصدفة واليوم تغادر الأخرة في هدوء بدون إنجاز يذكر وتكشف الحكومة عن تاء تأنيث خامسة تدعى كنبابا مما ترك البعض يقول إن الثابت لدى الحكومة هو وضع الحقل الرياضي الراهن أما المتغير دائما لديها هو سياسة البياذقي كل قطعة تدفع بالأخرى لكن كل ذلك في دائرة التأنيث ترجمة نانسي قنقر